السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله لكل ذنب أذنبته أستغفر الله لكل مؤمن أهنته أستغفر الله لكل إنسان ظلمته أستغفر الله لكل زور نطقته أستغفر الله لكل باطل اتبعته أستغفر الله لكل ضمير خالفته أستغفر الله لكل أمين اتهمته أستغفر الله لكل عهد خنته أستغفر الله لكل صواب كتمته أستغفر الله لكل عرض هتكته أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه اليوم توقعتنا اليوم الأحد تسع نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج العقرب الآن هو عد بث الحلقة وفي ساعات بعد ظهر اليوم الأحد رح ينتقل القمر لبرج القوس طبعا زي ما قرأت بالغلاف أنه في فوضى هاي فوضى فلكية احنا منسميها لأنه كل الزوايا متضاربة إشي إيجابي وعلى نفس الإشي بعمل سلبي يعني إن كان للعاطف في الأيام الماضية وجدته أنه هي بتعزز العلاقات وهي بتفصل العلاقات هي بتعطي حظوظ وهي بتمنع الحظوظ هاي الفوضى على حسب تصرفاتك على حسب أنت عقليتك ممكن تستغلها لصالحك ولكن إذا تركته هيك معنات أنت رح تدخل بالفوضى مثل ما حكيت طبعا القمر زي ما حكينا هو الآن موجود في منزلة القلب في برج العقرب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم السب لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وثلاث وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها في ساعات المساء إلى منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر الآن موجود في برج العقرب معناته من الآن ولغاية ساعة الظهر نظل أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأ ضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل تتعلق بالتأمينات أو شركات التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو اهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات ولكن مش بفترة خلو المسار بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزوايا هي البطيئة نفس الزوايا اللي كانت قائمة بالأمس الزاوية الأولى هي زاوية تتليث إيجابية بين الزهراء وبين بلوتو وقالنا أن هذه تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 14-4 بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر وبتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وممكن يدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية وبتدل على وقوع تطورات وتحولات إيجابية في الانتاج الفني والموسيقي والانتاج الفني اللي ممكن يحقق نجاح في هاي الفترة اللي بتيجي بأساليب مختلفة للأساليب المتداولة وبتظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة أو بيتجدد أسلوب بعض الفنانين المعروفين وبغير إقاعاتهم وطريقة إلقاءهم مما يحبب الجماهير أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهراء وبين زحل وقلنا إنه هاي الزاوية مستمرة لغاية يوم 21 أربعة بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبيزيد من غيرتنا وحبنا للتملك ومن ميل للإكتئاب والنزاعات مع محيطنا وبتدل على تراجع في المنتوجات الفلاحية ومنتوجات مؤسسات الدولة والصناعة الثقيلة والصناعة الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبيقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية أو الأمور البنكية بتعرف اضطراب في المداخيل بسبب سوء التدابير والتبذير وبيعاني المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد بالأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهذه تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 17 أربعة هاي زاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامع والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية إنه يكون في إلنا دور اجتماعي مهم وممكن نحقق نجاح في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي مستمرة لغاية اليوم آخر يوم لإلها بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا وبتجلب لنا سعادة عاطفية وفنية كبيرة وبيت تسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة وبالدل على تحسن أوضاع العاملين بالصيد البحري والصناعات الطبية والصيدلة وتكرير النفط والميدان الفني خصوصا الفن السابع وبتعرف الموسيقى وخصوصا الروحية والإنتاجات الفنية اللي بتعني بالعقائد والأديان والروحانيات والعلوم النفسية نجاح كبير إذا تم الإعلان عنها في هاي الفترة هاي الزاوية أنا كتبت تعليق في حلقة يوم الجمعة إنه هاي الزاوية أنا بذكرها من يوم ستة أربعة ولليوم تسعة أربعة كانت سبحان الله مصادفة إنه إجت بالفترة اللي تسرب الفيديو للإمام الجزائري اللي كان بإم بالمصلين في صلاة التراويح وفجأة بتصعد على كتفه وهو بالإمامة بيقرأ بتل القرآن بيطلع على كتفه قط فبيلاعبه بيضع رأسه عليه وبعدين بنزل القط لحاله هذا الفيديو لما تسرب يعني لأنه إجاب بنفس الفترة لهاي الزاوية لقي رواج مرعب جدا في العالم حتى في العالم الغربي يعني أنا شفت أجانب ناشرين هذا الفيديو عن الخشوع والتسامح والأمان والأمور اللي زي هيك وبالوقت نفسه كثير من الأعمال الفنية اللي نزلت الفاشلة اللي كانت بدها تطعن المؤمنين أو المتدينين بالخاصرة بالنشعور اللي يطعن الإسلام بالخاصرة الإسلام ما بنطعم بالخاصرة فشوفوا أنتوا الفروق كيف الرسائل بتيجي وكيف يا سبحان الله أنها بتركب كلها مع بعض يعني تعطينا نوع من أنواع التأمل هيك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية طبعا تأثيراتها ليوم 11 أربعة بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبانا وبتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد كما بتركز الصحافية على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بالميادين الرياضية وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فأول زاوية رح تكون زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نيبتون وهاي رح تكون بروتها الساعة خمسة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني من قبل منتصف الليلة هاي وطيلة فترة الليل لغاية ساعات الظهر هاي زاوية قائمة بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليفة أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة وبتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا تمنحنا يعني هيك نوع من أنواع الكفاءات خصوصا للأمور اللي بتتعلق بالمسرح بالفن بالروحانيات يعني بتعطينا إيجابية قوية وبتدل على حسن حال المشتغلين بقطاع البحرية والصيد وكل صناعات المرتبطة بالسوائل وبتزيد من مردودية تكرير النفط والصيدة له وزيادة اهتمام الناس بعقيدتهم ودينهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 9 وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات العصر أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا ومن الفوضى والتقلب وبتكون لنا رغبات ممكن تتأدي لخيبات أمل برضو بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ ساعة 9 وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و56 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شرى شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا خلو المسار رح ينتهي الساعة 12 و56 دقيقة بعد الظهر وهذا الوقت اللي القمر بيكون استقر في برج القوس بنشعر بالابتهاج وبنجد الناس أكثر مرحا ومنطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوس عن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعد الانتقال بصير في عنا زاوية تسديس إيجابية اللي هي بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها ساعة وحدة و22 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش ولكن تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع وبتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوص مكانة المرأة وهذه فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية ولتغيير آلاتها ومعداتها أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي تأثيراتها من ساعات العصر وبتستمر إلى ما بعد منتصف الليل طبعا هي ذروتها الساعة 27 و21 دقيقة مساء فمن واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا إن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر وبتجعل عزيمتنا ضعيفة وبتكون متقلبين وغير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة وبالدل على استياء الرأي العام من وضعية الشيوخ والمتقاعدين والمرأة خصوصا في العالم القراوي أو من تعسفات رجال الأمن والسلطات الأمنية وتراجع مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والطراب في أمور العلاقة بالبورصة خلال طبعا اللي هي من ساعات العصر ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر عن الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض البروستاتا وعظم العانى والجينات أما من ساعات ما بعد الظهر بصير عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقاري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذولا بصيروا الأكثر حساسية طبعا اليوم يوصى فيه جراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل إلا يعني ينصح أنها مش في فترة خلو المسار أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا وأيصلح أيضا لزلت الشعر الزائد كما أنه يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح أيضا لأمور اللي إلها علاقة بالعناية بالبشرة طبعا دون فترة خلو المسار بالنسبة لخلو المسار للقمر طبعا القادم القمر سيكون مستقر في برج القوس اليوم بعد الظهر فخلو المسار القادم بيكون يوم الثلاثاء 11.4 بيبدأ خلو المسار الساعة 10 أو 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 35 و32 دقيقة بعد العصر لا يستقر القمر في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 19 يوم في تمام الساعة 37 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 20 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيد بنسبة 60% القمر في العقرب وبعدين بدو ينتقل للقاوس ورح يضل في القاوس لغاية يوم 11.4 منتحس الآن بنسبة 15% ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 40% ساعات الصباح برجع منتحس بنسبة 10% وبيضل قيلة اليوم منتحس 10% أما في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الثور حتى يوم 21.4 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الثور حتى يوم 11.4 سعيد بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21.5 سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل حتى يوم 16.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 15% وقرى نصف الثور حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 30.4 سعيد بنسبة 15% أوصلناها للتوطعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتظل الأجواء جيدة ممكن يتغير الوضع لصالحك من الآن ولغاية ساعات الصباح ومع شرط التحلي بالليونية والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء أهميش إنك تتقبل آراء الآخرين بدون أي تحفظ وممكن تنشغل بمعاملة أو ملف لغاية ساعات الظهيرة أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا بالأمور العاطفية وأمور السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ما أهميش إنك تكونوا أكثر وعياً على طرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء بتصير مناسبة وقوية جداً بالنسبة لأيكم برج الثور بتحتل هاي الفترة أو بتحمل هاي الفترة لغاية ساعات الظهر تقريباً توتر لأنها بتعتبر فترة ضاغطة القمر موجود مقابلك ما زالت جيدة لتعزيز العلاقة ما بينك وبين شركائكم ولكن بظل في نوع من أنواع الضغط عليكم فعشان هيك بتكونوا تحاذروا من الخصام ما تعادوا أحد اتجنبوا الخلافات كلياً خصمكم قوي وطباعك مش هادئة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات ما بعد الظهر هو أن القمر بصير في البيت الثامن وأنا بتركزوا على الأمور المالية المشتركة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اللي هي أي مال في شريك فيه حاولوا أنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً القمر بدأ بمراحل المقابلة فعشان هي ممكن تشعر ببعض المهام أو بعض الأعمال المطلوبة منك وممكن ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال المطلوبة منك حاول أنك تراعي ظروفك الصيحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وممكن تشعر بتحسن الأحوال أكثر فأكثر ولكن بدأ الضغط أكثر فعشان هيك بدأت تركز في عملك بشكل جيد أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بصير القمر مقابلكم تماماً بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم محاذروا من الخلافات وحاولوا أنكم ما تضخم الأمور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بظل في فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفك جانباً وما تتهرب من المسئولية أو المواجهة أو المكاشف الأجواء مناسبة للتراقي والتعارف للحب للغرام حتى الأمور الفنية أو العلاقة مع الأبناء بتكون ممتازة أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا القمر بصير في البيت السادس فبتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بتكن تركزوا في ساعات ما بعد الظهر على الأمور الصحية أيضاً برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بظل الأجواء مركزة على الأمور العائلية فلا تسمحوا لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن يعني تنهمك بحل مسألة عائلية أو شخصية أو تبدو قلق أو تتدمر لأقل إشارة حاول تركز بشكل جيد على المسائل اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة بشكل عقلاني وبهدوء بدون ردات فعل سلبية أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنسيات وغراميات وحضوض أيضاً وممكن يكون لكم نوع من أنواع تقارب ما بينكو بين أحد الأبناء أو أحد الأحبة بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعاً ما زال النشاط موجود لأنه القمر موجود في البيت الثالث اللي بيشجعك على التنقلات والسفريات والحوارات والنقاشات فممكن من الآن ولغاية ساعات الظهر تقوم بمفاوضات حفيثة ومفيدة أهم مش أنك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة بتتميزوا بسرعة بديهة عالي جداً وسرعة خاطر والقدرة على إيجاد الحلول أما من ساعات ما بعد الظهر هنا التركيز رح يصير على المسائل البيتية والعائلية فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو تهتم بمسألة إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو شخص يكون مثلاً مغترب ويرجع لبلد الأم برج الميزان بتتحسن المعنويات وبتتوثقها بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك أهم إشي أنك توظف أموالك بشكل حكيم القمر رح يساعدك في كثير من الأمور اليوم على المستوى المالي ولأنه ممكن تحصل حتى على ربح بيجيك من عمل إضافي مستردات هبات أو حتى من جهة أجنبية أو غريبة أهم إشي أنه ابعد عن المصاريخ اللي ما لها أي داعي أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا بتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات وخاصة أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة في فترة قلوة المسار هي أكثر فترة وفي ساعات المساء برضو بالنقاشات والحوارات بدك تكون هادئ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا حماستك عالي جدا اليوم ممكن تنطلقي تنفيذ خطة أو فكرة جديدة أو تتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف عندك وبتزدهر اللقاءات وممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير وهاي فترة تعتبر فترة مميزة رح تعطيك كثير من الحضور أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا رح تنهمكوا في أمور إلها علاقة بالوضع المالي رح تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع وممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية أو يعني يجيكوا وعود بحلول مالية رح تجي بالأيام القادمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بدكوا تبعدوا عن المغامرة والرهان على الحض نهائيا لغاية ساعة الظهر فعشان هيك ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية ولا تجازفوا بسلامتكم لأنها هي فترة فارغة من الحضوط اللي بتشعروا فيه تحب هذا والتراجع في الصحة أو الهبوط أو الاكتئاب أو التقلب المزاج أو الضعف كل ما اقتربنا لساعات الظهر ببدأ يتلاشى مع ساعات الظهر وما بعد بتمتلقوا بعد ذلك نشاط وحيوية بتقلب بعض الخيارات والتوجهات بشكل كبير جداً وهذا الشيء رح يساعد وضعك الحالي للتميز أكثر بتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً هاي فترة الآن بدأ القمر فيه الاقتراب من بيت المتاعب بتظل الأجواء منه الآن ولغاية ساعات الظهر بتتركز على العمل الاجتماعي أو العلاقات الاجتماعية وتعتبر هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون للمشاركة الفعلية بالمناسبات الاجتماعية بتقدروا تقتنسوا الوقت المناسب لإعلان رأيكم للحصول على موقع معين وتتفاعلوا مع المسؤولين بمرونة برضو جيدة للأمور اللي إلها علاقة بالمناسبات واللقاءات الاجتماعية بشكل جيد ولكن من ساعات الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب فحاولوا إنكم ما توقعوا على عقد وما تحسموا أمر خلال الفترة القادمة يعني لغاية يوم الثلاثاء لأنها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتكوا تحافظوا على هدوءكم من الآن ولغاية ساعات الظهر حاولوا إنكم ما تثيروا المشاكل يعني بدك تكون هادي شوي بدون عصبية وردات فعل وهاي فترة مهمة بتمتحنك أهم مش إنك ما تضعف وما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك وعلاقاتك مع المسؤولين وإنجز أعمالك هذه الفترة متخصصة بهذا الأمر أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتنشطوا بين الأصدقاء وبعلاقاتكم الاجتماعية ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو بلقاء أو اتصالات عديدة ما بينكم بين أحد الأصدقاء برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتستعيدوا حماستكم وبتنهمكم في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن يعني تتلقوا إشارة أو خبر السار الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات وحتى على المستوى العاطفي لغاية ساعات الظهر هاي فترة نشطة جدا بتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة ولا امتحان لا سفر لا اتصالات لا حوارات نقاشات أمور فلسفية أمور دينية يعني كل الأمور تقريبا بنقدر نحكي ممتازة أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا القمر رح ينتقل لبيت السمعة ففي هاي الفترة بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية تعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكونوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات ولا للعصبية أيضا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر